أعلنت الهيئة للتحدي للرقابة النووية اليوم الثلاثة عن إطلاق نظام اللوحات الذكية للسلامة النووية بالتعاون مع مركز محمد براشد للفضاء ويهدف النظام إلى تعزيز السلامة وضمان قدرة المنشأة النووية على مواجهة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ ويمثل المشروع نظاما لرصد البيئي والمناخية إذ يعمل على تزويد بمعلومات مباشرة عن المنطقة المحيطة بمحطة بركة للطاقة النووية من حيث رصد مستويات سطح البحر ودرجة الحرارة وجودة الهواء إضافة إلى رصد الظواهر الطبيعية التي حدثت أو من المتوقع حدوثها بما في ذلك تقديرات أثرها المحتمل على المنشآت النووية وسيكون النظام المجهز بأدوات الذكاء الاصطناعي قادرا على إعداد سيناريوهات مستقبلية لتغير المناخ المتوقع وذلك بناء على استخدام خوارزميات خاصة